انتم عاملين حسابكو قد ايه تقريباً يعني ممكن تصوركو كده للرقم تقدروا تستوابوا وتتعاملوا معايا بالنسبة للمرشحين للانتخابات يعني احنا فيه تقديرات اولية كنا متكلم في 10 ال 15 الف لكن اعتقد بعد استطلاع الوضع اكتر تقدر احنا ممكن نوصل ل20 او 25 الف مرشح لو كده هنقدر نتعامل معاهم ونوفر المرشحات احنا عملنا حسبة كده نقدر نكشف على كام مرشح في قد ايه؟ في اليوم لو عملنا في كل مكان اربع لجان ايه هتلاقي انه ممكن نكشف على لو في مستشفيتين ممكن نكشف على 500 في اليوم واللجنة الواحدة هتشوف 63 مرشح بس في خلال الوقت قد ايه نخلص كده ده يعني احنا لو 500 في اليوم انت قرتدي في الاول لزول القدرات الخاصة 48 ساعة هل هنتكلم 48 ساعة على كل؟ على كل اه بالاعداد دي نقدر نلحق من نسبة لهم؟ المرشح الواحد بياخد 48 ساعة اه يعني احنا دلوقتي لو انا عملت مستشفيتين في كل محافظة في كل مستشفى فيها اربع لجان اه يعني اربع مجموعات قصة المجموع ممكن اكشف على في المستشفيتين دول على 500 يوميا ال 500 يوميا دول بمعدل 63 واحد للجنة فهيبقى اللجنة هتشتغل من ساعة 2 لحد الساعة 8 بتشوف 63 مرشح بس اختيار الدكاترة يعني التاقم الطبي نفسه بيبقى ازاي؟ اختيار التاقم الطبي بيبقى فيه اتنين استشاريين حاصرين على الدكتوراه بقالهم على الاقل خمس سنوات بعد الحصول على الدكتوراه بالاضافة الى احد الاعضاء اللي هو ده بيعتمد النتيجة من المجالس الطبية المتخصصة طبعا انا مرشح ما نجحش ما ياخدش الفلوس اللي دفعها في الفحصات كأنه تطمن على نفسه اه يعني كأنه تطمن على نفسه مش كده؟ طيب قل لي يا دكتور الجزئية الخاصة بان انا كنت قريد كده شوية انه لا مش لازم جهة حكومية من طبع ودارة الصحة يعني ده ممكن عادة خاصة ممكن يروح يطلع ده غير حقيقي لا ده غير صحيح تماما يعني ما ينفعش التفكير الوحيد وما زال محل بعض هي المستشفيات الناس اللي لها جهات يعني الاعضاء العسكريين السابقين هل من الممكن ان يستغلوا ان لهم تأمين في المستشفيات العسكرية ولا ده ده احنا لسه بنبحثه لكن قطعا قطعا القطاع الخاص غير داخل في الكشف لكن اللي تقال او الطرح ممكن القطاع الخاص لكن يكون فيه ضوابط وارقابة عليه من قبل وزارة الصحة الكلام بحدك بتنفيه ده ده غير صحيح تماما اه عشان ما بقاش فيه اي مجال للتعلاع بلطافتك